موسيقى موسيقى يوم أول في مشاورات السويد لماذا ارتفع سقف مطالب الميليشيا على حساب مطالب السلام؟ ولماذا غاب إعلام الشرعية أمام الحجد الإعلامي والسياسي لميليشيا الحوثي أمام العالم؟ موسيقى أهلا بكم بعد افتتاح جلسة المشاورات اليوم عقد المبعوث الأممي اجتماعات منفصلة مع رؤساء الوفدين لمناقشة جدوى لأعمال المشاورات رغم الدخول لمشاورات بسقف منخفض من الآمال لا يزال شارع اليمن يبدي تفاؤلا في مشاورات السويد كونها تنطلق من أساس واقعي أهمه تبادل الأسرى وتيسير مصوب للمعونات الإنسانية غير أن مؤشرات كثيرة كما يراها آخرون تمضي بهذه الجولة إلى مصاف سابقاتها من الجولات كون المطالب تتمثل في تهديئة الحرب وليس إيقافها ناهيك عن الانتقادات الكثيرة للدور الخافت للشرعية وإعلامها في إدارة المعركة منذ اليوم الأول والتي قد تكون مؤشرا سيئا لمدى قدرة الوفد على مواجهة الضغوط والممارسات التي أثقلت كاهل الوفد لتخريجه من المشاورات دون تحقيق منجز يذكر توتر ما قبل الطلقة الأولى في معركة ناعمة شحذ كل الأطراف أجندته وأدواته ليتموضع خلف مواقفه المعلنة من المشاورات القادمة من داخل قلعة جوهان سبيرل استهل المبعوث الأممي جولة السلام في السويد بهدف التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن حيث شهدت الساعات الأولى من صباح أول أيام المشاورات خلافا سببه زيادة عدد وفد ميليشيات الحوثي إلى 17 عضوا خلافا للعدد المقرر بـ 12 فقط الأمر الذي دفع وفد الحكومة الشرعية للاعتراض عليه لينتهي الخلاف بتدخل المبعوث الأممي مارتيني جريفث الذي استبعد الأسماء الزائدة من وفد الميليشيا لكن هذا لم يكن نقطة الخلاف الوحيدة فبحسب مصدر خاص لبلقيس هناك اتفاق مع المبعوث الأممي على أن تعقد المشاورات بعيدا عن الإعلام غير أن الجانب الحكومي تفاجأ بأن مكتب المبعوث الأممي وحكومة السويد منحا أكثر من 120 تصريحا لوكالات أنباء ووسائل إعلامية عالمية وعربية من بينها قنوات تابعة لميليشيات الحوثي وإيران المصدر أكد أن هناك دلالا غير منطقي أو غير مفهوم من قبل مكتب المبعوث الأممي والحكومة المضيفة لميليشيات الحوثي شهد اليوم الأول مؤتمرا صحفيا لغريفث ووزير خارجية السويد البلد المضيف واجتماعا منفصلا للمبعوث الأممي مع رؤساء الوفدين ونائبهما للبدء بمناقشة جدول الأعمال جدول أعمال المشاورات بحسب ما أعلن عنه يتضمن ملف الأسرى والمعتقلين وفتح مطار صنعاء ووقف التصعيد بين طرفي النزاع نهيك عن تخفيف حدة الحرب في مدينة وميناء الحديدة يقول غريفث إن المشاورات ستتطرق للاقتصاد وفتح مطار صنعاء وكيفية وصول المساعدات الإنسانية الأيام القادمة كما يعاد غريفث ويأمل هو وضع معايير وخطوط رئيسية لعملية السلام وفق المرجعيات الثلاث يرى مراقبون أن الدخول للمشاورات بسقف منخفض يتمثل في تهديئة الحرب وليس إيقافها يفقد جميع الآمال بإيجاد حلول جذرية فما الذي يمكن أن يتم التوصل إليه إذن مشاهدين الكرام سيكون معنا في هذه الحلقة الصحفي محمد الأحمد هنا في الأستوديو وسينضم معه آخرون عبر الهاتف بداية المساء الخير سيد الحمد مساء الخير أختي إذن اليوم انطلقت المشاورات في استوكهولم ولعلك شاهدت الجلسة الافتتاحية وتابعتها هل وجدت أن هناك مؤشرات إيجابية تدعو يعني أو تمضي في اتجاه تحقيق حل يذكر نحو السلام شكرا جزيلا لك ومسأل خير للمشاهدين في الحقيقة أولا السلام مطلب اليمنيين كل اليمنيين الذين عانوا منذ انقلاب الميليشية الحوثية في 21 سبتمبر 2014 الويلات جراء الحرب والدمار والكلفة الإنسانية الباهضة التي يدفعها اليمنيون في حياتهم على مدى أربع سنوات قاسية حرب ودمار وانتهاكات وقمع وحشي وجوع وأوبئة وأمراض كل هذا الواقع البائس يدفع اليمنيين إلى خيار السلام وهو الخيار الذي لم يتخلى عنه اليمنيون حتى رغم فرض خيار الحرب الذي فرضته الميليشية الحوثية الحرب هو خيار الميليشية التي لجأت إليه وهو الخيار وهو الاستراتيجية التي نشأت عليها ميليشية الحوثيين منذ انطلاقتها الأولى في 2004 في صعدة قبل أن تتسع وتتمدد في الجغرافية اليمنية حامل معها كل هذا الدمار والخراب والبؤس والشقاء والأمراض والأوبئة إذن السلام هو مطلب اليمنيين حقيقة ومن يرفض السلام في الحقيقة هو لا يستشعر المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والسياسية إذا معاناة اليمنيين السلام هو خيار اليمنيين الاستراتيجي لكن بالنظر إلى مؤشرات جلسة أولى في هذه الجولة من المشاورات أولا يستحضر اليمنيون تأريخا ممتدا من سلوك الميليشية المستهتر بجهود ومساعي السلام وبرغبة اليمنيين كما أشرت بالسلام والإنخراط في عملية سلام دائم ويوقف هذه الحرب وآثارها الكارثية الجلسة الأولى تفاجأ الوفد الحكومي كما أعلن عن أضعاف الرقم المطلوب الذي حدده المبعوث الأممي يعني ضعفي الحديث الآن 12 عضو في الوفد كان بحسب مكتب المبعوث الأممي بحسب ما حدده المبعوث الأممي يتفاجأ الوفد الحكومي بوجود 42 عضوا من جماعة الميليشية الحوثية في قاعة الاجتماعات وبالتالي هذه خطوة أولى أولا مؤشر أول على مدى استهتار الميليشية الحوثية بهذه الجولة يعني الطرف لم يلتزم بالعدد المطلوب منك أبسط مطلب تم طلبه هل سيلتزم باتفاقيات قد ترد في هذه المفاوضات؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هذه الميليشية أولا حاولت طرح اشتراطات تعجيزية من بينها الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء وفي نفس الوقت اشتراطات تتعلق بوسيلة النقلة التي ستقل وفد الميليشية إلى السويد وأيضا اشتراطات بأن يستحب المبعوث الأممي وفد الحوثيين إلى هذه الجولة من المشاورات وقبل ذلك أيضا اشتراطات الميليشية الحوثية بنقل جرحها إلى سلطنة عمان وبتحديدا جرحها من القيادات من عناصر الكيان السلالي أما بالنسبة لجرحة الذين تعتبرهم الميليشية الحوثية بأنهم زنابيل فأعتقد أنهم أيضا يعانون قراء اهمال هذه الميليشية وعدم اهتمامها بحياة الأشخاص الذين لا يشكلون أهمية بالنسبة لجماعة الحوثيين العنصرية السلالية كما نعرف هذه الاشتراطات فرضتها الميليشية الحوثية واستجاب لها للأسف المبعوث الأممي هذه الاستجابة في الحقيقة من طرف المبعوث الأممي لاشتراطات الحوثيين هي جزء من سياسة التدليل التي كنت تحدثت عنها ربما في هذا البرنامج قبل سنتين سياسة التدليل التي درج عليها المجتمع الدولي في التعامل مع جماعة عنف مسلح كالحوثيين ليست فقط جماعة عنف مسلح ولكنها أيضا جماعة ذات طابع عنصري وتتعامل مع اليمنيين على أساس نوع من التمييز العنصري نعم لكن لو قرأنا الصورة من وجهة نظر أخرى أستاذ محمد لماذا لا تكون ميليشية الحوثية هي ربما أكثر دراية بأهمية هذه المشاورات بالنسبة لمبعوث الأمم المتحدة فبالتالي استغلت هذا الوضع واشترطت كل الاشتراطات التي تم ذكرها فعلا أولا لدى المفاوضة الحوثي قدرة في الحقيقة على إدارة التفاوض وطرح الشروط وانتزاع مكاسب حتى قبل الحديث عن جدول أعمال للمشاورات حدث هذا أكثر من مرة في الجولات السابقة بينما هناك في الحقيقة أولا ضعف في أداء وفد الحكومة منذ الجولة الأولى في إدارة التفاوض وطرح الملفات التي يمكن أن تكون مقدمة على الأقل ما هو سر هذا الضعف؟ أكيد أن لديه أسباب معينة جعلت منقف الحكومة بهذا الشكل هذه أولا للأسف الشديد أداء الحكومة بشكل عام وكنا نقول هذا مرارا أداء الحكومة الشرعية المعترف بشرعيتها أداء ضعيف على كافة المستويات على المستوى السياسي والدبلوماسي هناك ضعف واضح في أداء الدبلوماسية اليمنية طيلة الأربع سنوات الماضية ظهر هذا جليا في تغير المزاجد الرأي العام الدولي إزاء القضية اليمنية وتحول الالتفاف حول مطالب عودة الشرعية إلى اليمن تحول إلى نقمة على الشرعية وتحمل أيضا تحملت الشرعية أعباء وأخطاء التحالف في اليمن وانحرافه عن مسار عودة الشرعية والأهداف التي بموجبها تدخل عسكريا في اليمن وهذه الأعباء وهذه الأخطاء والانحرافات ألقت بضلالها على عدالة القضية اليمنية وبالتالي كان هناك تحول في هذا الشأن أيضا أريد أن أشير إلى نقطة فيما يتعلق باستغلال ميليشيا الحوثي لرغبة المبعوث الأممي اسمح لي بسماعها ولكن بعد أن تنضم معنا السيدة أمل الياريسي الصحفية من غرفة أخبار مشاورات السويد مساء الخير أستاذ أمل أهلا مساء النور فيكم جميعا أهلا بك بداية أستاذ أمل ضعينا في صورة المشاورات والاجتماعات التي عقد المبعوث الأممي في يومه الأول تم استتاح المشاورات بكلمة من المبعوث ومن الوزيرات الخارجية السويدية أيضا بلقاء جمع الوفدين سواء الحكومة اليمنية وأيضا أنطار الله الحوثيون في طاولة واحدة وهذه خطوة جيدة بعد ذلك عقد المبعوث الأممي اجتماعات متفردة مع رؤساء الوفدين وأيضا مع نائبي الوفدين لوضع برنامج لهذه المشاورات وأيضا هناك تقسيم الوفود إلى مجموعات كل مجموعة ستناقش قضية معينة كمناقشة قضية مطار رفع الحصار عن مطار فمعاق قضية مناقشة تبادل المعتقلين وأمور أخرى أيضا بالنسبة أيضا لتصعيد الحديدة وما يجري الآن وتسليم الحديدة وعدد من القضايا إذن هل هناك أي نقاط اتفاق تمت حتى الآن؟ حتى الآن لا توجد أي نقاط اتفاق حتى الآن لم تحدث مشاورات جادة ما بين الأطراف قد نتوقع أن تبدأ المشاورات الزادة من يوم الغد بشكل أيضا منفرد يعني كل وفد بيكون منفرد أو منفصل عن الوفد الآخر وحيث يكون الوسيط الأممي وسيط ما بينهم لكن حتى الآن لا توجد أي اتفاقات خلينا نقول غير الاتفاق والتوقيع على تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الأممي نعم إذن بالنسبة للملفات التي تم طرحها هل هناك جدول زمني محدد لإجراء هذه المشاورات لأجل تنفيذ هذه الملفات؟ للأسر حتى الآن لا يوجد أي شيء واضح بالنسبة للجدول الزمني ولكن من المعلومة أنه تم الإعلان أن المشاورات هذه ستعقد خلال أسبوع وخلال هذا الأسبوع ستقسم أو سيتم تقسيم هذا الجدول عبر المجموعات ومن ثم الوصول إلى اتفاق أخير نتمنى أن يكون اتفاق للسلام نعم إذن شكرا جزيلا لك أمال اليريسي صحفية من غرفة أخبار المشاورات السويد إذن أدعك تستكمل النقطة التي كنت طرحتها حتى نعقب على طرحها للصدق؟ نعم في الحقيقة النقطة التي كنت أود الإشارة إليها أن الميليشية الحوثية وهي تكسب عديد من النقاط قبل انعقاد جولة المشاورات بما في ذلك إخلاء جرحاها إلى سلطنة عمان وإرسال مجموعة كبيرة من إعلاميها إلى السويد لتغطية أحداث الجولة من المشاورات وغيرها أيضا هي تستفيد من رغبة المبعوث الأممي في إحراز مكسب شخصي له وربما أيضا للمملكة المتحدة في الملف اليمني نعرف أن هناك دورا متصاعدة لبريطانيا فيما يتعلق بإدارة المشهد اليمني ومارتين جريفت باعتباره يحمل الجنسية البريطانية أيضا حظي بدعم لا محدود من بريطانيا لإتمام جراءات عقد هذه الجولة من المشاورات وصولا إلى انعقادها وبالتالي الضغوطات التي كانت يمارسها المبعوث الأممي على أطراف المشاورات هي كانت تذهب فقط باتجاه الحكومة الشرعية بينما الحوثيون هم الذين يضعون الاشتراطات ويحصلون على المكاسب وصولا إلى تحديد موعد عقد المشاورات كان هناك في الحقيقة رغبة لدى المبعوث الأممي في عقد هذه الجولة من المشاورات وبنفس الوقت هذه الرغبة دفعته إلى التقديم كثير حتى من التنازلات باعتباره وسيطا أمميا خشيت أن يتخلف الحوثيون عن الذهاب إلى السويد كما حصل سابقا في الجولة الفاشلة في جنيف أيضا هناك إشكالية في الحقيقة تتعلق بالشرعية التي لا تزال خارج التراب الوطني وجود الحكومة الشرعية في المنفى حتى هذه اللحظة بعد أربع سنوات أيضا كان له دور بارز في استخفاف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية التي اعترف بها وبدأ أن المجتمع الدولي كما يبدو والآن يعيد النظر في مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تمثل مرجعية أو جزء من المرجعية في أي مشاورات أو أي تسوية محتملة في الملف اليمني لاحظنا هذا من خلال التغير أيضا في الموقف الدولي أو جزء من أسباب التغير في الموقف الدولي هو بقى الحكومة الشرعية في الرياض وعدم قدرتها بما في ذلك مؤسسات الرئاسة ومجلس النواب وغيرها من مؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون حاضرة في المشهد اليمني على الأرض واحدة في الحقيقة من نقاط القوة للميليشية الحوثية هي خروجها من العاصمة صنعاء والعودة إليها صنعاء طبعا المحتلة في قبضة هذه الميليشية لكن هذه في نظر المجتمع الدولي تعتبر نقطة قوة لدى الميليشية بالمقابل أيضا نقطة ضعف الحكومة الشرعية بقاءها في المنفى وعدم قدرتها على إدارة الملف اليمني من التراب الوطني العاصمة المؤقتة عدن أصبحت طاردة للحكومة حتى مع وجود جزء لبعض أفراد الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن لكنه أداء ضعيف وهناك العديد من العراقيل والملف الأمني لا يزال خارج قدرة الحكومة الشرعية على ضبطه هناك انتهاكات أيضا واسعة لحقوق الإنسان هذه كلها ألقت بظلالها على موقف المجتمع الدولي من أطراف الصراع في اليمن الوفد الحكومي المعترف بشرعية يملك نظريا قوة بينما في الواقع الحوثيون ينطلقون أيضا من موقع قوة لو عقبنا أستاذ محمد على مطرحة الأستاذة أمل يعني تم تقسيم الوفود إلى مجموعات ربما أبرزها الأسراء المطار ومطار صنعاء وكذلك الحديدة هل تتوقع أن تخرج هذه المجموعات بشيء يعني طالما تم الاتفاق مثلا على الأسراء وهذه بادرة جيدة نعتبر يعني كثير من المعتقلين المدنيين في سجون الحوثيين سيتنفسون الصعدة أخيرا يعني انتمت طبعا هذه الخطوة بسلام أيضا المطار تعلم مدى يعني معاناة الليمنيين لأجل مطار صنعاء وربما كان في السابق يتم تفتيش الطائرات في بيشا وهذا أمر يسهل حله إن أرادوا لأننا نجد الوفود هي من تتحرك براحتها والحصار فقط قائم على المواطنين وكذلك ملف الحوثيين صحيح أولا في الحقيقة كل ما يجري الآن الحديث عنه هو فقط تدابير بناء الثقة التي جرى الحديث عنها طويلا في جولات المشاورات السابقة ولم تلتزم الميليشية الحوثية بأي خطوة من خطوات بناء الثقة بما في ذلك مسألة إطلاق صراحة المختطفين في سجون هذه الميليشية ما يتعلق باتفاق الحكومة مع ميليشية الحوثيين بخصوص إطلاق الأسراء والمختطفين برغم إجحاف هذه الاتفاقية لأن المختطفين كما نعرف في سجون الميليشية الحوثية هم ناشطون سياسيون وإعلاميون وناشطون حقوقيون ومواطنون عاديون كانوا بعضهم كتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يرتضى الانقلاب أو انتهاكات الحوثيين وتم اعتقاله وزيق به في المعتقلات بينما الأسراء لدى الحكومة الشرعية هم مقاتلون من عناصر الميليشية الانقلابية وفي كل الأحوال في حال صدقت الميليشية الحوثية رغم أن التاريخ الممتد كما أشرت لهذه الميليشية يبعث على التخفيف من مستوى التفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في هذا الملف تحديدا مع ذلك هذه قضية مؤرقة بالنسبة للمختطفين في سجون الميليشية الحوثيين نعرف أنهم يتعرضون لصنوف التعذيب والتنكيل وبالتالي وضع حد لمعاناتهم ومعانات أسرهم التي يعني عانت الويلات جراء غيابهم في سجون الحوثيين يمكن أن تكون خطوة أولى يبتبع ذلك أيضا ربما خطوات أخرى تتعلق بفتح مطار صنعاء يفترض فتح المطار أمام الرحلات المدنية وأيضا بالتوازي مع قضية فتح مطار صنعاء يفترض أن يطرح وفد الحكومة الشرعية فتح مطار تعز أيضا لأن مطار تعز مطار دولي ومهم وهناك مواطنون من إقليم الجند يودون السفر خارج اليمن ولكن لا يمكنهم العبور من نقاط تفتيش الميليشية الحوثية التي تقوم باعتقالات واسعة وعشوائية وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون الحديث عن مطار صنعاء مقترنا بالحديث عن فتح مطار تعز لم يريد ذكره للأسف ولا مرة للأسف الشديد إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا ماجد المدحجي مدير مركز الصنعاء للدراسات عبر الهاتف مساء الخير أستاذ ماجد مساء النور هلا بيكي أهلا بيك إذن من خلال متابعتك اليوم بمجريات افتتاح المشاورات كيف ترى الوضع في ستوك هول يعني حتى الآن نحن فعليا في الأقواء الافتتاحية صح الوضف رغم أنه فعليا بارتين جريفت اليوم أخذ قلسات منفردة مع الوضعين بعد البهر ضمن العناوين الأولى يعني يفهمون أنه اليوم نحن نشهد إطلاع الوضعين على خارطة القضايا التي سيتم لقشها واستكشاف آراءهم فيها العناوين التحديدة التي ستبحث كما تم الإعلام سارقا هي سبادل الأسرى وموضوع أيضا تسطح مطار الصنعاء بالإضافة هنا موضوع الرواتب والبنك المركبي وأيضا كما استنعت أنه يدخل إضافة الموضوعين وموضوع كل منتعز والحديدة هذه المواضيع الإضافية التي يؤذفت مؤخرا ليس أشياء أكيد حتى الآن لكن هذا ما تنهر نعم لكن أكثر ما يتم تداوله أستاذ ماجد تقريبا ملفات إنسانية صح لي القول العناوين لا توجد عنوين سياسية فعليا في هذه المشاورات لا توجد عنوين سياسية نحن نحدث عن عنوين إنسانية السكرة في هذه المشاورات هي تحقيق الاختراك في الموضوع الإنسان لا يوجد تركيز على الموضوع السياسي إلا من زاوية تسبيت التهديئات للحديدة واستكشاف خيارات لما يخصها أكثر من الدخول لتبار إلى ماذا سيؤدي ذلك أستاذ ماجد برأيك وكان واضح مارتين جريفت مارتين جريفت أشار أنه هذه قولة تمهيدية باتقاه قولة أخرى قريبة تكون في مط نهاية يناير أو مطلع فبراير تأخذ البعد السياسي نعم وكأنها جولة فقط لبناء الثقة أليس كذلك؟ جولة بناء الثقة ويمكن أن يطفحها جولة تمهيدية لمفاوضات الأطراف هذا أكثر ما يمكن إطلاقه على هذه القولة أرصد هذه القولة بسقف منخفض بسقف سياسي منخفض مع رفع للآمال الإنسانية على تحديدا يعني نحاول التحقيق الاشتراك على الأطفال الإنسانية وليست على الأطفال السياسية إلا إذا وضعنا بالاعتبار أنه تحديد إطار خارطة مفاوضة تحديد إطار سياسي لمفاوضات مقبلة هذا هو العنوان السياسي الأهم في هذه القولة من المشاورات نعم إذن اليوم رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني تحدث أنه لا يمكن تجاوز القرار 22-16 وأن على المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته هل تعتقد أن هناك توجه دولي لقرارات أخرى أو تسوية من أي نوع خارج إطار المرجعيات شوفي لن يكون ضمن نقاشات الحال هذا الأمر لكن هو جزء من خلق الحكومة الشرعية تحديدا والتحالف أن الضغط الدولي المحمول على التحولات في العالم إلى السعودية تحديدا أنه قد يؤدي إلى مقاربة اليمن بطريقة مختلفة أو بعيدة عن 22-16 ولذلك فهي بتحديدا مسودة القرار البريطاني بأنها نزع للغطاء السياسي الدولي من الحكومة الشرعية لأنه فعليا أي رسالة سياسية أي قرار مسودة قرار دولي ستأتي ضمنيا بالمعنى السياسي على حسب مسودة القرار على حسب القرار 22-16 هذا ما تراه الحكومة وبالتالي يضعها هذا الأمر في مركز قانوني أو مركز سياسي والتساوي مع جماعة الحوثين وهذا شديد الفطورة بالنسبة لحكومة لا أظن أقول مرة أخرى أنه هذا الموضوع محل بحث لكنها تصريحات لنقل دفاعية تحسبا أو حتى للآلة إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المدهجي مدير مركز صنعة للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من السويد عود إليك أستاذ محمد إذن كما هو ملاحظة فعلا هي ملفات فقط إنسانية ربما كما تحدثت فقط نقاط بناء التقاط تدابير بناء التقاط صحيح فعلا هذا الذي يبدو لكن في كل في كل الأحوال يجب أن نستحضر دائما كيمنيين أن برغم كل إخفاقات الشرعية ومن ورائها التحالف يجب أن نقول أن وفد الحكومة في الحقيقة الوفد الحكومة المعترف بها دوليا يمثل أو يعبر عن إرادة اليمنيين وعن القيم المواطنة والمساواة بينما وفد الميليشية الحثية يمثل جماعة انقلابية ميليشاوية ترى أنها لها امتيازات يعني ولها حق في حكم اليمنيين بالقوة والقهر وليس لأحد منازعتها في الحكم مهما حاولت ادعاء غير ذلك لكن هذه أدبياتها وهذه يعني ثقافتها التي تعمل على تعبئات عناصرها بهذه الثقافة في الحقيقة دائما نتحدث بأن في كل جولات المشاورات التي عقدت مع الميليشية الحثية كان هناك في الحقيقة الجانب الحكومي بتمسكه بالمرجعيات المتفق عليها وإصراره وإصراره على ضرورة إخلاء الميليشية الحثية لمؤسسات الدولة والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وكجزء من أهم مضامين قرارات الأمم المتحدة بينما بالمقابل كانت الميليشية الحثية تحاول جر الوفد الحكومي والأمم المتحدة إلى مربعات تفصيلية وإلى تفاصيل أخرى في محاولة لخلق حالة من التيهان لتشتيت هذه المشاورات الآن الإشكالية الكبيرة في الحقيقة هو أولا بقاء الحكومة خارج التراب الوطني هذا يؤثر جدا على موقفها على الصعيد الدولي يجب أن تبدأ الحكومة سواء نجحت هذه المشاورات في الاتفاق على تدابير بناء الثقة أو أخفقت أن تبدأ فعليا في التواجد على الأرض في العاصمة المؤقتة عدن وتعمل على تعزيز آليات تقييم أدائها سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي كنت أشرت في بداية الحلقة إلى الحديث عن إخفاقات الجانب الدبلوماسي لدى ميليشيا الحوثيين في الحقيقة أذرع ناعمة في المنظمات الدولية وبينما بالمقابل كانت كل السفارات اليمنية والممثلي الدبلوماسية اليمنية يغطون في نوم عميق لم يتحركوا بالشكل المطلوب لإبداء موقف اليمنيين أو مواقف اليمنيين والتعبير عن قضيتهم العادلة وبالتالي كانت أفضل توصيف فعلا لهذه الحالة أن اليمنيين يملكون قضية عادلة لكن المحام فاشل يجب إعادة تقييم أداء الحكومة وإعادة بناء آليات التقييم والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن نعم إذن المبعوث الأممي صرح اليوم أنه يرفض الافتراضات من قبل البعض بأنه يحاول أو أن الأمم المتحدة تحاول إنقاذ الحوثيين هل تعتقد أن الأمم المتحدة تريد أن تفعل ذلك بالفعل؟ في الواقع يتحدث المبعوث الأممي منذ وقت عن ضرورة انخراط كل الأطراف في المشاورات بدون أي اشتراطات لكن في الواقع كل الاشتراطات التي يطرحها المتمردون الحوثيون كانت تلقى استجابة من طرف المبعوث الأممي بينما في نفس الوقت يضغط على الحكومة الشرعية لوقف أي اشتراطات حتى على مستوى إرسال الوفود كما أشرنا قبل قليل تقدم بحسب تصريح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية أنه قدم طلبا للمبعوث مكتب المبعوث الأممي للحصول على تراخيص أو تصريح لسفر الطاقم الإعلامي لكنه قبل بالرفض بينما في نفس الوقت سمح لطاقم كبير من إعلامي أو طواقم الإعلام التابعين للميليشيا الحوثية بالانتقال إلى السويد في الحقيقة في كل مرة يتحدث المبعوث الأممي عن ضرورة الإنخراط في المشاورات دون شروط لكن يحصل الحوثيون على استجابة لكل شروطهم بينما يبقى الضغوط من نصيب الحكومة الشرعية نعم ماذا لو تحدثنا عن طاقم الاستشاري للمبعوث الأممي هل هم محايدون فعلا؟ هذه واحدة من الإشكاليات أو في الحقيقة أن كل الطواقم المستشارين ما يسمى بالمستشارين للمبعوث أو مكتب المبعوث الأممي هم في الحقيقة جزء من الشبكة النعمة للميليشية الحوثية ومواقفهم واضحة لم تعد خافية على أحد هؤلاء بشكل واضح قريبين إلى الميليشية الحوثية ولا يعترفون بالشرعية التي تعترف بها قرارات مجلس الأمن وبالتالي لا يمكن أن يكون مستشار هناك مستشار من طرف واحد وهو طرف الإنقلاب هذا واضح للعين مواقفهم واضحة ومنشوراتهم واضحة وحتى التقارير التي يتبنونها على الصعيد الدولي في بعض مراكز الدراسات والبحوث تعبر عن وجهة نظر الحوثيين ولا تقدم رؤية على الأقل محايدة وبالتالي الحديث عن مستشار للمبعوث الأممي هم أيضا جزء من وفد الميليشية الحوثية خلال هذه المشاورات إذن بالتركيز على فقط الملفات الإنسانية أستاذ محمد يعني عيون اليمنين ربما تتجه جميعها إلى ستوكهولم كونها هي الحل الأخير لكثير من المشاكل ولكن حين نتحدث فقط عن ملفات إنسانية فنحن نوفل الجذر الأساسي للمشكلة مشكلة اليمن الحقيقية أولا في وجود ثقافة ذات طابع قنصري سلالي مشكلة اليمنين الأزلية هي الإمامة في الحقيقة ونتحدث عن هذا الموضوع بكل ثقة لأن المشكلة المجتمع الدولي أحيانا أنه لا يعيي أن هناك مشكلة ثقافية في اليمن هي وجود جماعة ذات طابع قنصري سلالي ولديها مفاهيم متخلفة وتستخدم العنف كجزء من استراتيجيتها في الوصول إلى غايات سياسية هذه هذه واحدة من الإشكاليات الحقيقية الحديث أيضا عن محاولة تصوير الوضع في اليمن بأنه حتى الكارثة الإنسانية أو المآسي الإنسانية ناجمة عن التدخل العسكري للتحالف لدعم الشرعية في اليمن هو أيضا مغالطة كبيرة أصل المشكلة وجذور المشكلة والكارثة والمأساة اليمنية بدأت منذ لحظة الإنقلاب على التوافق الوطني وعلى الحكومة الشرعية عندما وصلت جحاف الميليشيا الحوثية إلى العاصمة صنعانة نعرف أنها وضعت يدها على مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الإيرادية والبنك المركزي وقامت بمصادرة أموال اليمنيين هذه الأموال التي كانت كبير منها مخصص للخدمات الأساسية وبالتالي أول شيء أقدمت عليه ميليشيا الحوثيين هو مصادرة الخدمات الأساسية لليمنيين والموازنات التشغيلية لهذه الخدمات وظل اليمنيون حتى قبل تدخل العسكري للتحالف لدعم الشرعية محرومون من الحصول على أي خدمات أساسية ثم بعد ذلك أيضا انطلقت في استخدام هذه الموارد للحرب على اليمنيين وعملت على عسكرة كل مظاهر الحياة ومارست القمع الوحشي بحق المجتمع وبالتالي تضاعفت الكلفة الإنسانية جاءت جاءت تدخل التحالف العسكري بالفعل كان هناك آثار كارثية لهذا التحالف هناك استهداف للبنية التحتية حدث أحيانا وهناك استهداف للمدنيين وهناك إجراءات غبية اتخذها التحالف بما في ذلك مثلا إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية وغيرها وهذا أساء أيضا إلى القضية اليمنية نفسها في نفس الوقت أيضا أخفقت التحالف سياسيا وعسكريا في إعادة الشرعية إلى المناطق التي حررت من قبضة الميليشية الحوثية ولم يشأ أن تنشأ أو تبنى مؤسسات دولة ذات حكم رشيد وسيادة قانون صحيح أنه كان هناك تبعات للحرب وأثر الدمار كان لا يزال موجودا وحاضرا حتى هذه اللحظة في المناطق المحررة لكن أيضا إخفاقات التحالف على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وعدم تمكين الحكومة الشرعية من بص سيادة القانون في المناطق المحررة أثر بشكل كبير على المستوى الإنساني الآن عندما نتحدث عن أن أبرز معالم الجولة الراهنة من المشاورة هو الجوانب الإنسانية اتفاق تبادل الأسرى عند هذه النقطة دعنا نتوقف محمد لتنضم معنا الأستاذ أمد السلام الحج رئيسة رابطة أمهات المختطفين مساء الخير وسلامة السلام مساء النور أهلا بك إذن بالأمس كان لديك لقاء مع رئيس وفد التفاوض الحكومي خالد اليماني ما هو أبرز ما تم نقاشه في هذا اللقاء أشكرك وأشكر ضيفك الكريم وأشكركم على تناول هذه النقطة المهمة فكان لقاءنا تركز كثيرا على الضمانات التي لا بد أن تتوفر في مسألة الاتفاق على إطلاق المختطفين والتبادل الأسرى فطرحنا عليهم طرحنا على وزير الخارجية أنه لا بد أن تكون هناك ضمانات لهؤلاء الناس الذي سيتم التبادل معهم وإطلاق سراحهم وأن يضمنوا وأن يرجعوا إلى بيوتهم وأن لا يتعرض لهم الحوثيون لأن مسألة التبادل يعني ينفو من أماكنهم ويذهبوا إلى أماكن التواجد الشرعية وتأتي معاناة جديدة وهي معاناة أخرى التشرد وغيرها لأنه يخرج المختطف من السجن وهو تاعب نفسيا وتاعب جسديا وفي الأخير مشرد لا مأوى لا بيت لا سكن ولا شيء ولذلك طالبنا أن تكون ضمانات حتى يعود إلى بيته وإلى أسرته وأن لا يعتقل مرة أخرى هذه كانت أبرز النقاط التي طرحناها على وزير الخارجية نعم لما لم يتم تمثيلكنا في وفد الحكومة وانتداب إحدى الأمهات المختطفين يعني لا سيما ربما هذا الملف من أبرز الملفات التي سيتم منقشتها في هذه المشاورات هذه الأسئلات والجهلة الشرعية وللوقت الذي تم اختياره نحن مستعدين لأي تعامل وليأي تفاعل معهم وقدمنا لهم كشوفاتنا وقدمنا لهم الملفات متكاملة وهم يعني أخبر بهذه النقطة نحن طرحنا ووضعنا على وزيرة الخارجية ملف المرضى كشف المرضى الموجودين الآن عند الحوتيين وقلنا كبداية حتى نصدق حتى نؤمن أن هناك مصداقية في هذه النقطة ابدأوا اخرجوا لنا هؤلاء المرضى الذي يعانوا الأمرين داخل السجون فطرحنا هذه النقطة أيضا اللي يحاكم ويشهر بهم أيضا الصحفيين فقلنا نبدأ بهؤلاء حتى نحس أو نرى أن هناك مصداقية لهذه الاتفاقات وهذه المشاورات وهذه الآليات نعم لما لم يعني هل كانت هناك عوائق بالنسبة لكم كرابطة لإفاد إحدى الأمهات عوضا عن يعني ليس بالضرورة أن يكون من الوفد المفاوض وإنما يعني كعضوة أو كممثلة لهذه الرابطة خاصة وأن كان لديكم الكثير من التواصل مع الأمم المتحدة لم نستطع أن ندخل لم يدعونا أحد أن نكون في الوفد المشارك أو في الوفد المستشار وإنما نحن ننتظر ساهمنا دعونا نعضلنا ولكن في الأخير هذه الجهات هي التي تدعو الآخرين وليس نحن من يطلب ذلك هل وصلتكم أي معلومات بشأن ملف المعتقلين الذي قل بأنه تم الاتفاق عليه اليوم تواصلنا مع الأستاذ هادي هيج فكانت على أساس اليوم هي بداية الاستتاحية ومن غدا ستكون هناك الجلوس على مسألة الآليات وغيرها شكرا جزيلا لك سلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود إليك أستاذ محمد أستاذ محمد ربما هذه الرابطة هي الصوت الأوحد في صنعه والقادر على أن يتحدث عن وجع كثير من الأسر والمعتقلين أيضا هل كنت ترى أنه بضرورة وجود إحدى الأمهات في الوافد المفاوض تحية تقدير في الحقيقة لجهود رابطة أمهات المختطفين ونضالاتها وتضحياتها من أجل إيصال صوتها وصوت ذويهن في سجون الميليشية الحوثية وكان يفترض بالفعل أن تكون هناك ممثل عن رابطة أمهات المختطفين إن كان بالفعل دائما يتم الحديث من قبل المبعوث الأممي أو الرعاة للعملية السياسية في اليمن الدوليين عن الملفات الإنسانية فلماذا يغيب دائما الحديث عن مأساة المختطفين في سجون الميليشية الحوثية للأسف الشديد هناك تغييب متعمد لهذا الصوت لكن أيضا يفترض أن يكون هناك مبادرة من طرف الحكومة الشرعية والتحالف من أجل إبقاء هذا الصوت حاضنا حتى على سبيل المثال كجزء من أوراق الضغط في التفاوض وهي قضية إنسانية ملف إنساني من الدرجة الأولى ولكن أيضا يمكن أن يشكل ضغطا في سياق المشاورات كان هناك في الحقيقة العديد من الملفات الإنسانية التي كان يمكن أن يستخدمها الفريق الحكومي في سياق التفاوض أو المطالب المطروحة على مكتب المبعوث الأممي على سبيل المثال أيضا ملف حقول الألغام التي التي تودي بحياة آلاف المدنيين يوميا والتي خلفتها الميليشية الحوثية من مناطق سيطرتها لماذا لا يتم الضغط من أجل حصول على خرائط بحقول الألغام التي طرحتها الميليشية في المناطق السكنية والتي تودي بحياة المدنيين وهذه قضية إنسانية أيضا بامتياز يعني إذا كان المبعوث الأممي يرى أن جرح المقاتلين الجرح من الحوثيين مسألة إنسانية فبالمقابل أيضا الحفاظ على حياة الأطفال والنساء المدنيين الذين يسقطون بألغام الميليشية الحوثية هي أيضا لا تقل إنسانية عن هذه القضية هناك العديد من الملفات الإنسانية أيضا المرضى المختطفين في سجون الميليشية الحوثيين كما أشارت الأخت من رابطة أمهات المختطفين عن طلب على الأقل إصعاف هؤلاء أو إطلاق صراحهم من أجل أن يحظوا برعاية هناك العديد العشرات من المختطفين قضوا داخل السجون جراء غياب الرعاية الصحية والتعذيب والتنكيل الذي مرسته ميليشية الحوثيين بحقهم أقصد أن هناك العديد من الملفات الإنسانية التي كان يجب على الحكومة أن تطرحها بقوة في سياق التمهيد للمفاوضات أيضا مسألة رواتب موظفية دولة وهذه واحدة من القضايا المهمة لأن المأساة الإنسانية والجوع الذي يعاني منه الآن بحسب تحذيرات الأمم المتحدة أكثر من ثمانية ملايين إنسان في اليمن ويمكن أن يصل إلى 22 مليون يمني بحاجة إلى شكل ما من أشكال المساعدة من بين هؤلاء بدرجة رئيسية موظفوا الدولة الذين حرموا من مرتباتهم بعد أن سيطرت الميليشية الحوثية على خزانة البنك المركزي وصادرت مرتباتهم وفاشلت أيضا الشرعية في الالتزام بمسؤولياتها في تسليم المرتبات كل الكادر الإداري لموظفي الدولة وبالتالي كان يمكن أن تكون جزء من الملفات الإنسانية التي وضعت قبيل انطلاق هذه الجولة من المشاورات نعم إذن هناك أنباء أصد محمد أخيرا تتحدث عن مجلس رئاسي وربما هذا يعد خروج كامل عن المبادرة أو المرجعيات الثلاث هل تتوقع أن المجتمع الدولي يمكن أن يتنصل عن مسؤولياته ويلتف على قرار 22-16 أعتقد للأسف الشديد أهدر الكثير من الوقت أخت آسيا خلال أربع سنوات من الحرب أهدر الكثير من الوقت والفرص التي كان يمكن أن ينتهزها التحالف لدعم الشرعية في إعادة تثبيت وضع الشرعية في اليمن ودعم مؤسسات الدولة الآن هناك تحول بالفعل في مزاج المجتمع الدولي باتجاه إنهاء الحرب بإصرف النظر عن قرارات مجلس الآمن والمطالبة بعودة الشرعية أو انسحاب الميليشية الحوثية للأسف الشديد هذا التحول بدرجة رئيسية يعود سببه إلى فشل العسكريا فشل التحالف عسكريا وسياسيا في إحراز تحول في الملف اليمني على صعيد إعادة الشرعية التي كانت أو كان هدفا للتدخل العسكري وبالتالي الآن بالإمكان بالفعل هناك حديث عن آلية جديدة يمكن طرحها لا تخرج عن المرجعيات المتفق عليها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن لكنها تحاول إعادة تعريف الشرعية في اليمن بشكل أو بآخر بحيث يمكن أن يكون الحوثيون جزءاً من أي اتفاق تسوية أو أي شكل من أشكال إدارة المرحلة الانتقالية التي ستعقب توقيع اتفاق السلام أعتقد أن هذه تعتبر يعني مرحلة خطيرة جداً في حياة اليمنيين لا يمكن أن يقبل اليمنيون بمكافأة الميليشية الحوثية على انقلابها وعلى جرائمها بحق اليمنيين وهذا في حال حدوث مثل أي تسوية من شأنها إعادة ترتيب وضع الميليشية الانقلابية داخل المؤسسات الدولة بشكلها الحالي وبدون أن يتم يعني انفاذ قرارات مجلس الأمن فإنها ستكون سابقة خطيرة في الحقيقة تشرع لجولة جديدة أو تؤسس بالفعل لجولة جديدة من العنف في اليمن وربما إلى إدامة الصراع وبالتالي لن يصل اليمنيون إلى سلام دائم نعم إذن وصلنا إلى نهاية الحلقة سيد محمد شكراً جزيلاً لك صحبي محمد الأحمد كنتم معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني شكراً لكم أيضاً مشاهدين الكرام ونخصة متابعتكم نلتقيكم في مساء يمني جديد كُنُ برأي تليه وانيه اشتركوا في القناة شكراً لكم